السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راحة الضمير نص تطبيق صفحة 72 و 73 مفيد في اللغة العربية على بركة الله قبل أن نبدأ المرجو الاشتراك ما قدي تخسر التحاجة إلا اشتراك يدرسي واحد الياجاب بسرعة في أقل من خمس سوان إذن على بركة الله اشرح مفردة تالية حسب معناها في النص إذن المزايا الجاه ما لا يقدر أو فر إذن هنا عندنا المزايا المميزات هنا لرحل الخاطئ كان ينزلوها لتحت ما لا يقدر لا حصر له ولا حد هذا الشرح لي الما لا يقدر كان ينزلوها لتحتها إذن المزايا المميزات ما لا يقدر لا حصر له ولا حد الجاه المنزل والقدر أوفر أكثر تواجدا ما ضد المفردات التالية إذن بعد أن كتبتم هذه المفردات نمر إلى ما ضد المفردات التالية راحة الضمير عذاب الضمير ضدها عذاب الضمير ثقة الناس شك الناس وتوجسهم الشك والتوجس إذن شك الناس توجس الناس أو توجسهم حسن ظنهم خيبة أمالهم وكي نحسن الضم ضدها سوء الضم بغيت تدير سوء الضم دير سوء الضم إذن خيبة أمالهم العاجل الآجل العاجل الآجل إذن كتبه نعم إذن ماذا استفاد الكاتب إن جمعها ستقرر مص بحركم لكي تستعبدوا شوية مش هتكتب الأجوبة وتمشي قرر مص على بدا تجاوب إذن ماذا استفاد الكاتب من التزام الحق وتحرر العدل استفاد الكاتب من التزام الحق وتحرر العدل تقت الناس في أقواله وفعاله وحسن ظنهم وربيح ماديا أيضا نعم رابعا لماذا خسر زملاء الكاتب الفضيلة وخسروا الضمير خسر زملاء الكاتب الفضيلة وخسروا الضمير لماذا؟ لأنهم يرضون رؤساءهم أكثر مما يرضون رمائرهم لأنهم يقولون ما يعجب الناس لا ما يعتقدون أنه الصدق لأنهم يقولون ما يعجب الناس لا ما يعتقدون أنه الصدق لأنهم يرتكبون الظلم طلبا للجاه والعلوك وهذه أسباب جعلت من هؤلاء الزملاء يخسرون الضمير والفضيلة كذلك بماذا نصح الكاتب ابنه نصح الكاتب ابنه بالتزام الحق والصدق والعدل في جميع أحواله وهي نصيحة لا تقدر بثمن وكذلك أنا أنصحكم أن تلتزموا الحق والصدق والعدل في جميع أحوالكم لا إله إلا الله محمد الرسول إذن نمر إلى الشكل أشكل الفقرة تاني أو ما بينين ما مشكلينش الأولى والثانية من نص شكل تامن يا ابنية أهم ما جربت في حياتي أني رأيت قول الحق والتزامه هذه التزامة معطفة على قول قول الحق والتزامه بطبيعة الحال هنا كان عندي شكي باش ندير هذه هنا همزة توصل على شكل الميم هنا والتزامه وتحري هذه 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 التشدة هنا وتحري وتحري العزل وعمله يكسب الإنسان من المزايا ما لا يقدره لقد احتملت في سبيلي ذلك بعض الآلام وهو تاني هنا هذه الهمزة وأغضبت بعض الأنام يعني الناس بعض الأنام يعني بعض الناس وضعت علي من أجله بعض المصالح لأنك تكون إنسان معقول وتحب الحق كتخاص مع الناس تغضب الناس ولكن الشي لا يهم لأنك تربح الضمير ولكني برغم ذلك كله قد استفدت منه أكثر مما خسرت لقد استفدت هنا دي من همزة بحلميم همزة توصل استفدت منه راحة الضمير واستفدت دي من ديروه هنا منه تقاث الناس بما أقول وما أعمل واستفدت منه حسن ظنهم بما يصدر عني ولو لم يفهموا سببه ومع هذا فقد استفدت منه أيضا ماديا أكثر مما استفاد غيري ممن لم يلتزموا الحق ولم يراعوا الصدق والعدل دائما كما أقول لكم همزة توصل فقال أليفات كاملين اللي تزنعني هم كلهم كلهم ديروا ليم همزة توصل دون استثناء أقعد الأليفات اللي يفعلوا فالأفعال الخماسية والسداثية نعم صفي إذن نمر إلى استخدم من الفقر الأولى أسماء معربة سملأ بها الخانات الجدول التالي اسم مرفوع بالدم الظاهرة اسم منصوب بالفتحة الظاهرة اسم المجرور بالكسرة المقدرة اسم مجرور بالكسرة إذن الصدق مرفوع بالدم الظاهرة اسم المنصوب بالفتحة الظاهرة الفضيلة اسم مجرور بالكسرة المزارية المقدرة من ظهورها التعذر اسم مجرور بالكسرة الظاهرة ووساط صفي يستخدم من الفقر الأولى لكل أسماء مبنية على حسب الشيء أعطاوناهما أسماء مبنية ما سبب بناء ومحلة من الأعراب كما هو مبنية في الجدول إذن اسم مبنية ما ذلك محلة من الأعراب محلة من الأعراب محلة من الأعراب محلة من الأعراب نرى ليشي وحدين أخرين إذن ذلك اسم إشارة بحاجة من الفتح في محل جرين مضاف إليه نرى إذن ما كينش غير هذاك ما بينش ليشي وحد خل كين غير ذلك اسم الإشارة ذلك نعم إذن يستخدم من النصي إذن نحل مبنية بحل في ما ولكنهم يبغوا أسماء وما قالوش أسماء لقد كين لا قد كين الواو من ميناء لا لا يقدرك لا كينها حروف السخج من النصي ممناداً مبنياً بسبب حال البنائي نقوله مثلاً المناده سبب بناء عالم مفرد حالة بنائه مبني على الضم مزيان 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 حول العبارة التالية إلى جمع النصي كانوا يرضون رؤساءهم ولا يرعون الصدق والعدل نقوله آه إذن كنا يرضين رؤساءهن ولا يرعين الصدق والعدل مزيان 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 من الحض العجل إذن خسيره في المال مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة وواو الجماعة من الامير متصل مبني على السكون في محل رفعين فاعل الفضيلة مفعول بمنصوب وعلامة مصبه الفتحة الظاهرة على آخر وواو حرف وعطف فازوا فعلم بالحضة المبني على الضم والان تصالبوا الجماعة شق務 Pirato بحل الخاسره شطếu في الاعراب بقليل حرفجر قليل اسم الجروع على متجاري القسرة الظاهرة الآخر من حرف وجر مبني الحض حرف وجر مبني حهاة جميع الحروف المبني الحضом المجروع على متجاري القصرة الضائرة العاجلي نعتبع المنوتيب في الجر وعلمة جره القصرة الضائرة على آخره يلا بقى لنا حاجة مهمة جدا هي تصلوا على رسول الله ودروا اشتراك جزاكم الله خيرا الله ينجحكم